أكثر من أربعين عاماً قضاها سوفي أركوازي في إصلاح المدافئ في قضاء خانقين بمحافظة ديالة حتى بات محله جزءاً من تراث هذا القضاء حتى 82 شارع 11 هذه جيتنا هذا المحل أشتغلت يعني من الله الله إلا ينطيخه بس ينطي أشتغلت السعوبات كافة السعوبات كافة التبابيخ يحشق العم سوفي كما يناديه أهل القضاء مهنته التي تشكل مصدر رزقه الوحيد لدرجة التصاقها باسمه في قضاء خانقين وديالة بشكل نعم كان أكو تشولة أبو عبيد وأكو تشولة 14 فتلة أكو تشولة 12 فتلة أكو 8 أكو 6 هذا كل التعلم حال حاجات تعلمت علينا اشتغلت بيهم هو أزل شي كان لدينا سعب أكو السعوبات العراقية أبو الدرجي سموه وقف أولاد العم سوفي إلى جانبه خلال سنوات عمله وهم يقدرون مهنة والدهم التي أوصلتهم إلى مراحل تعليمية جيدة هذا كلها يعني متنين واثماني أنا تعلمت بي حسا ولدي كان وياي يشتغلون حسا ولدي واحد منهم هما ما شاء الله حسا كلهم معلمين ومدرسين حسا عندي ابن ابني مدرس يشتغل هايش يسمع بيبان ريموت وبالرغم من تقدمه في السن إلا أن العم سوفي يصر على مواصلة عمله بمهنته التي رافقته حتى شغلت الكم الأكبر من أوقاته